لماذا سمي شعبان بشعبان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فيجيب عن ذلك الحافظ بن حجر صاحب فتح الباري صحيح البخاري أي صاحب الموسوع العلمي الحديثي الفقهي فيقول فيها رحمه الله رحمة واسعة سمي شعبان بشعبان لتشعبهم في طلب الماء وقيل لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام قلت قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية واحد فرد وثلاثة سرد أما الفرد فهو رجب الذي ودعناه وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام فهذه الأشهر الأربع الحرم كان العرب لا يبتدئون غيرهم فيها بقتال تعظيما لها ولذلك قال الحافظ ابن حجر ذاك الجبل الأشم رحمه الله قال في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية في شرح صحيح البخاري لتشعبهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام بمعنى إيه تشعبهم يعني انتشارهم كأنهم كانوا مقيدين بالقتال يعني منع القتال بسبب الأشهر الحرم إلا أن يعتدي أحد عليهم فيكون هناك دفع الصائل أما أن يبتدئوهم القتال فلا يبتدئون فتشعبوا بعد انتهاء رجب أي امطلقوا في الجهاد في سبيل الله وحتى الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وهذا أولى من الذي قبله نعم أحسن الله إليكم